أشهد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للإتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجي الشهابي بقرارات الحماية الاجتماعية التي كلف الرئيس السيسي الحكومة باتخاذها وأشار الشهابي إلى أن هذه القرارات مثلت مفاجأة رائعة وسر لشعب المصري لم يتوقعها أحد لأنها جاءت بعد الكلمة الواضحة والعميقة للرئيس السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس وعد بتخفيف معاناة الناس من الغلاء والتضخم ونفذ وعوده في أقل من 24 ساعة بتلك الحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية والتي تتحمل خزانة الدولة تكلفت تكلفتها الكبيرة والتي تصل إلى 67 مليار جنيه